السلام عليكم ورحمة الله أخي الحبيب استمع معي جيدا كلمة لو قلتها وكررتها زاد رزقك وحلت مشاكلك وفرج همك إن شاء الله كلمة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام قد يعجب البعض كيف يمكن لكلمة واحدة أن تفعل كل هذا هذا كنز نبوي النبي صلى الله عليه وسلم منحنا إياه لكي نستعين به على قضاء حوائجنا على زيادة رزقنا على التخلص من الهموم وهو أكثر كلمة تفرح بها يوم القيامة تسر بها يوم لقاء الله عز وجل دعوني أولا أستمع معكم لهذا الكنز النبوي الرائع وبعد ذلك نشرح ونتدبر ونتأمل الكرم والرحمة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لزم الاستغفار ما معنى من لزم يعني حافظ حرص على الاستغفار الذي يكرر الاستغفار دائما الذي في كل مناسباته يقول استغفر الله العظيم إذا استيقظ من النوم يستغفر الله إذا ذهب إلى نومه يستغفر الله عما بدر منه إذا كان حزينا يقول استغفر الله إذا كان فرحا يقول استغفر الله قبل الطعام بعد الطعام في كل مناسباتك يكون لسانك رطبا بهذه الكلمة استغفر الله طيب ما هي النتيجة من لزم الاستغفار النبي هنا أعطانا ثلاثة نتائج كل واحد منا يحتاجها لا تقل لي هناك شخص ليس لديه هموم أبدا لا يوجد لا تقل لي هناك شخص لا يحتاج لعلاج مشكلة معينة لم يقع في مأزق معين ويحتاج من يخلصه من ورطة أو مشكلة لا تقل لي إنسان لا يحتاج للرزق لا كلنا نحتاج هذه الأمور الثلاثة ما اللزم الاستغفار عدد معي جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج والمكافأة الثالثة ورزقه من حيث لا يحتسب والله أخي الحبيب أنا أحزن على حال أولئك الذين ألغوا من حياتهم السنة النبوية من دون مبرر ومن دون سبب حرم نفسه الكثير من الخير الذي يلغي أحاديث النبي من حياته ولا يأخذ بها هذا إنسان حرم الرحمة لأن الله تعالى يقول في حق هذا النبي الكريم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ويقول عن القرآن إنه رحمة أيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن هو رحمة والنبي هو رحمة فإذا أخذت بالقرآن فقط فأنت خسرت الرحمة النبوية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لذلك دعوني أتأمل هذا الحديث وسر الاستغفار ما علاقة أن تقول أستغفر الله العظيم بزيادة الرزق يعني اليوم حسب قواعد الاقتصاد الحديث يقول لك إذا أردت أن تزيد رزقك عليك أن مثلا تعمل أن تضع خطة لمشروع أن تمارس وظيفة معينة أن تقوم بباية أو شراء أي نوع من أنواع الرزق معروف طيب تقول إذا جلست وقلت أستغفر الله العظيم يأتيني الرزق أنا أقول لك نعم السيدة مريم عليها السلام كيف كان يأتيها الرزق بالنسبة لمن يستغرب أنا أخاطب الآن إنسان يؤمن بالقرآن الكريم ويستغرب أن الرزق لا يأتي إلا بأسباب عندما كان سيدنا زكريا عليه السلام يدخل إلى السيدة مريم في محرابها وهي تتعبد يجد عندها فاكهة الصيف يجدها في الشتاء وفاكهة الشتاء ثمار الشتاء يجدها في الصيف قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا أخي لا تحدثني عن الأسباب ما دامت علاقتي مع المسبب أنت إذا لجأت إلى صاحب شركة صحيح هناك قوانين وضعها تفرض على الموظف أن يؤدي عدد ساعات محدد ليأخذ أجر محدد ولكن صاحب الشركة لديه صلاحيات يعطي هذا ويمنع هذا ويكافئ هذا هو صاحب العمل فلا تحدثني عن أسباب ما دمت لجأت للمسبب سبحانه وتعالى ما دمت لجأت لخالق الكون الذي يحرك الكون قد تكون جالساً في بيتك ويأتيك تليفون من شخص ربما من سنوات لم تسمع منهم أو ربما لأول مرة تعرفون يقول لك هناك عمل معين كذا كذا فيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب يعني أسباب الرزق كثيرة جداً من الذي يحركها الله؟ لأن الله بيده كل شيء لله ملك السماوات والأرض ملك السماوات والأرض أي أن الله يملك المال الذي بين يديك يملك الذهب والفضة يملك كل ذرة في الكون هي ملك لله سبحانه وتعالى وهو يحركها كيف يشاء قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كلهم في كتاب مبين فإذن عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى يعني لماذا اختار النبي هذا الذكر لزيادة الرزق هذا الذكر أخي الحبيب يصلح علاقتك مع الله يعني عندما تقول أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله يعني يا رب اغفر لي هذا الذنب هذه الكلمة فيها اعتراف بالخطأ المريض إذا لم يعترف بمرضه أن أن يصل لعلاج صحيح يجب أن تعترف بمرضك أولا ثم تبحث عن العلاج فمدام الإنسان اعترف أن يعترف بخطأه وطلب المغفرة من الله إذن هذه هي أول خطوة لإصلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل ليغفر الله لك هذا الذنب فإذا ما غفر لك هذا الذنب ورضي عنك سخر لك كل شيء لخدمتك أستغفر الله العظيم هذه العبارة الرائعة أخي الحبيب يوم القيامة هي أكثر عبارة تجدها في صحيفتك تفرح قلبك الموقف الذي سنقفه جميعا أمام الملك عز وجل يوم القيامة وكل واحد سيقرأ كتابه الذي فيه كل فكرة خطرت في باله وكل كلمة نطق بها وكل حركة قام بها وكل شيء عمله يجده حاضرا صوت الصورة يوم القيامة ليس بالكلام المكتوب لا بالصوت والصورة لأن الله تعالى يقول ووضع الكتاب انظر إلى صيغة المبنى للمجهول هنا ووضع الكتاب فيها زيادة في الخوف في الرعب لأولئك المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه المجرم ليس فقط هو من قتل وذبح وظلم لا المجرم هو من أجرم في حق الله من استكبر عن آيات الله هذا أحد أنواع الإجرام لأن الله تعالى يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تكذيب وتكبر عن آيات الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي من المجرمين اعتبرهم القرآن مجرمون اعتبرهم مجرمين فإذن هنا أخي الحبيب يوم القيامة سترى هذا الموقف فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن سوف تجد كل شيء عملته في الدنيا حاضرا أمامك لا تستطيع أن تنكره فأكثر ما يسر المؤمن كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار أن تجد فيها استغفارا كثيرا هذا فرح وسرور لأن الاستغفار هو وسيلة ليس فقط لزيادة الرزق بل لمغفرة الذنب ولكل أبواب الخير طيب هذا هو سيدنا نوح عليه السلام أنا طبعا أخاطب من يستغرب أنه معقول كلمة كهذه تزيد في الرزق أنا سأتيك بآية قرآنية سيدنا نوح ماذا قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إذن هذا رزق ويمددكم بأموال رزق وبنين رزق ويجعل لكم جنات رزق وأنهار رزق إذن سيدنا نوح ربط ربطا مباشرا بين الاستغفار وبين كثرة الرزق من جنات وأنهار وأولاد ومال وخيرات ونعيم لذلك لا تستخف بهذه الكلمة أخي الحبيب الشيء الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعل الله له من كل هم فرجا الاستغفار أيها الأحبة يقربك إلى الله يجعلك تستشعر ضعفك أمام مالك الملك عز وجل الاستغفار يجعلك بمجرد يعني هو اعتراف بالذنب من جهة واعتراف أن الله قادر أن يغفر الذنب تزول هذه العقدة عقدة الذنب تزول فيهدأ قلبك ودماغك ونفسك والله عز وجل نتيجة استغفارك له ولجوءك إليه وطلب المغفرة منهم يقذف في قلبك حلا لمشكلة مستعصية أحيانا إنسان مشكلة معينة تعكر حياته لا يجد لها حلا فجأة سبحان الله وكل واحد مننا يمر بهذا الموقف فكر ارجع لسنوات ماضية فعلا تجد أن أنه أن هناك مشكلة معينة أو مرض معينة أو ضائقة معينة مررت بها وسيطرت عليك تنام أنت تفكر تستيقظ أنت تفكر تأكل أنت تفكر بها فجأة فكرة خطرت ببالك قلت والله أنا هناك فلان سألجأ إليه مثلا ليحل هذه المشكلة أو أن حل المشكلة هو كذا كذا وبالفعل تحل هذه المشكلة طيب هذه الفكرة التي يقذفها الله في قلب المؤمن هي نتجة الاستغفار إنسان عندما يخلص نيته لله ويقول يا رب اغفر لي طبعا صياغ الاستغفار كثيرة جدا وهناك دعاء اسمه السيد الاستغفار أيضا ابحث عنه على الانترنت واحفظهم يمكن أن تقول يا رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هل تعلم ما الذي يحدث إذا قلت هذه العبارة إذا قلت يا رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذه العبارة تصعد بها الملائكة إلى الله عز وجل لا تظن نفسك أنك مخلوق تافه أخي الحبيب أنت مكرم عند الله الله أسجد لك ملائكة ملائكته الأطهار سجدوا لأبيك آدم تكريما لك ولمني آدم عندما تقول اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أو لا يغفر الذنوب إلا أنت هذه الكلمة هناك ملائكة مخصصون لحمل مثل هذا الكلام ملك أو ملائكة يحملون هذا الكلام ويصعدون به إلى مالك الملك عز وجل فيقول ماذا يريد عبدي فيقولون يا رب إنه يقول كذا كذا أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقول الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فيقولون نعم نعم يا رب علم فيقول بعد عدة طبعا أخطاء في كل مرة تستغفر الله يصعد الملك في كل مرة يصعد الملك وكل مرة يغفر الله لك ما دمت صادقا طبعا في المرة الثالثة الله يقول لهم قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء منتهى الكرم الإلهي طبعا أنت عندما تصل لمرحلة لهذه المرحلة من التقرب من الله عز وجل ستكره المعصية يعني جرب جرب أن تتقرب من الله أن تحب الله عز وجل لسانك ليلة نهارا يذكر الله وفي كل ثانية تعتقد أن الله موجود وقريب منك ويحبك جرب أن تصل لمرحلة أن تأنس بالله أن تستغني عن البشر وتقول الله يكفيني يحس بي الله مع هذا الإحساس يجعلك تكره المعصية كيف تعصي الله وأنت تعتقد أنه يراك لاحظت أخي الحبيب يعني هنا عندما يقول الله فليفعل ما يشاء لا يعني أنه أعطى ضوءا أخضر لهذا العبد في ممارسة الفاحشة وهو أصلا لن يستطيع معصية الله لأنه أحب الله وشعر بمراقبة الله وأنس بالله فيكره المعصية ما هي المعصية؟ شرب الخمر معصية الزنا والفواحش والشذود السارقة أكل مال الحرم النميمة إذاء الناس ظلم الناس هذه الأفعال تصبح مكروهة بالنسبة لك تنفر منها وبالتالي الاستغفار هو خطوة مهمة للتقرب من الله عز وجل الشيء الثالث ما لزم الاستغفار جعل الله له منه كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب تحدثنا عن الرزق تحدثنا عن الضيق وكيف أن الفكرة تقذف في رأسك أو في قلبك فتجد أن الأمور حلت بإذن الله بقي الهم كيف تتراكم الهموم في رأس الإنسان؟ الهم يتراكم في رأسك أخي الحبيب عندما لا تجد حلا لمشكلة معينة قد يكون الهم هم رزق هم بلاء قد يكون هم ولا ادعاق قد يكون زوجة ناشز قد يكون الهم إنسان سلط عليك قد يكون الهم جار سيء يؤذيك أنواع الهموم كثيرة فهذه الهموم مع الاستغفار وكثرة الاستغفار عندما تتقرب أكثر من الله فيزيل عنك الله عز وجل هذه الهموم لماذا؟ لأنك كلما استغفرت الله تشعر بالقرب منه وتشعر أن الدنيا لا قيمة لها فالهموم التي كانت كبيرة في رأسك تجدها الصغيرة لا قيمة لها لماذا؟ لأنني غدا سأغادر هذه الدنيا سأذهب إلى رب كريم غفور رحيم هو الذي يكرمني هو الذي يذهب عني الخوف والحزن هو الذي يخلصني من كل التعاسى التي أعيشها كل هذه الهموم ستصبح صفرا بعد بوتي فلماذا أفكر بها ما دمت أنا سأموت عاجلا أم آجلا والحياة قصيرة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فإذا كنت أنا أجهل ماذا سيحدث غدا وقد يكون أجلي غدا وأنا لا أدري فلماذا أفكر وأضيع وقتي في تفكير في مشكلة ستنتهي بموتي هناك مشاكل قد لا تحل إلا بموت الإنسان سبحان الله فإذن أبقى مع الله أستغفر الله أتقرب من الله لأن هذا هو المهم هذا الذي سينفعني بعد الموت هذا الذي سأجده أمامي بعد الموت أما كل هموم الدنيا كل مشاغل الدنيا كل كنوز الدنيا ستزول بمجرد أن يموت الإنسان لذلك أخي الحبيب نصيحتي لك أن تتذكر الاستغفار دائما إياك أن تغفل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله أكثر من مئة مرة كل يوم فعود نفسك في كل مناسبة تقول أستغفر الله في كل حركة تقوم بها إذا أمسكت الموبايل قل أستغفر الله إذا خرجت من بيتك قل أستغفر الله إذا دخلت قل أستغفر الله عود يعني خذ ثقافة الاستغفار منهج في حياتك والله ستتغير حياتك تماما بإذن الله ومثل هذا الاستغفار أخي الحبيب الله تعهد بزيادة الرزق على لسان سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وتعهد على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام عندما قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه حيث لا يحتسب نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق